موسيقى خلينا نبتدي نصلي شو رايك حملة انه نصلي من اجل حكوماتنا و بلادنا و نصلي حتى اللي بيختلف عنا في ديانات اخرى و نصلي معرفة مجد الله تغطي المياه هذا هو وعد الرب و نصلي كما مكتوب وعد الرب انه فعلا انه يحول السيف الى سكة يعني للزراعة بدل ما تكون ادوات حرب تكون ادوات ل لصالح الانسان الغريب احبائي انه حتى موضوع الكورونا صار مسيس صار يعني له موقف سياسي والغريب انه الاف 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 الناس اللي بتموت من الجوع لو كل فلوس اللي تحطت في انتخابات وتحطت في مصاريف اخرى للسياسة تحطت في اطعام الجياع والاهتمام بالفقراء تخايل البلاد اللي عندها ثروة زراعية او ثروة صناعية تبارك البلدان الاخرى شو نوع العالم اللي رح يكون فينا لكن لا تخف لا ترتع لانه في يوم من الايام المسيح رح يرجع ورح يكون في عصر سلام وانه المسيح هو الديان وكل واحد لابد ان يواجه المسيح اذا اذا كنت ضد المسيح لابد ان تواجهه كديان واذا انت مع المسيح لابد ان تواجهه كمخلص اللي انقذك من الخطيئة ومن جهنم انا بصلي اليوم انه نصلي من كل قلوبنا للمجتمعات من حولنا انه الله يبارك الحكومة ويبارك الاسرة ويبارك العمل ويبارك طبعا كل الانظمة سواء الحكومية العائلية الكنيسة العمل هذه الانظمة كلها تمجد الله لكن اهم شيء مش رح تقدر تغير نفسك الا بكل بساطة تيجي للرب تقول له يا رب انا ادرك اني خاطئ ارحمني انا الخاطئ طهرني بدمك وانا بدعوك تكون ربي ومخلصة بصليها من كل قلبي تحط ايمانك وثقتك بالمسيح يسوع والرب معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة